إقبال كبير من المدنيين المطلوبين والعسكريين الفارين والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية الذين نصت التسوي على أن تكون خدمتهم ضمن محافظات المنطقة الشرقية توافد أهلنا من شرق الفرات للاستفادة من مكرومة السيد الرئيس بشار الأسد بالتسوية الشاملة من من لم تطلطق أيديهم بالدماء فهناك إقبال كبير بالآلاف جميع الناس هؤلاء أمامكم عادوا وجميع التسهيلات من قبل الجهات الأمنية والعسكرية جاهزة والجميع عادوا إلى منازلهم وبيوتهم وموارساتهم الطبيعية والعودة إلى منازلهم أبناء الفرات يتوافدون إلى الصالة الرياضية في المدينة التي تشهد مواصلة عمليات استقبال الراغبين بتسوية أوضاعهم ضمن إجراءات ميسرة من قبل الجهات المختصة داعين كلما غرر بهم وظلوا الطريق إلى العودة لجدة الصواب سيدنا تكرموا من السيد الرئيس وقمنا بتسوية أوضاعنا من أبناء الجزيرة وجينا لما هنا لمدينة دير الزولة تسوية أوضاعنا الحمد لله سيد الرئيس الله خلينا يطلع عفو علينا على الفرارية وقام نصلح وضعنا والشباب زينين معنا وبالعكس أحلى معاملة وأحلى وأنصح كل شيء واحد برا يجي يسلح وضعه نحن كنا فرار من 2019 وصرنا بغير تشاكيل وما أحد أفادنا مشان تسويات وغيره فالحمد لله هذا العفو والمكروم من السيد الرئيس أفادتنا كثير وهس أجينا مشان نسوي تسوية ووضعنا وإجت التسوية وقدمت على التسوية والشباب باقصروا إن شاء الله هذه التسويات المتكررة التي تقوم بها الدولة السورية بشكل دائم والتي تشمل جميع أبناء سوريا هي دعوة للعودة إلى حضن الوطن إذ لا بديل عن الهوية السورية ولا عن وحدة وسيادة أرضها